هايف يلوح بمعارضة من الخارج استباقا لحكم محكمة التمييز المقرر اليوم في قضية اقتحام مبنى المجلس الحكم سيرتب اثارا مهمة على علاقة السلطتين وسينعكس على طرح الثقة بالرشيد وصباح الغانم موعدنا الاثنين المقبل ويأتيك بالاخبار من لم تزود تساؤلات حول مغزة تواجد متهمين بالاقتحام في تركيا حضر ممثل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد العبدالله قداسا احتفاليا في مطرانية الارمان الارتودوكس في الكويت والدول المجاورة والقى مطران الارمان الارتودوكس في الكويت والدول المجاورة المطران مسيز زوبويان كلمة بمناسبة قداسه الالهي الاول بعد سيامته اسقفا وذلك في الخامس عشر من افريل الماضي في انتلياس لبنان اعرب خلالها عن وفائه ومحبته لارض الكويت ولسمو الامير وعبر المطران زوبويان في كلمته خلال القداس عن الحب والتخدير والوفاء لسمو الامير مؤكدا ان سموه يستحق ان نقول عنه انه بطل المسامحة والمصالحة مسجد ومركز صباح الاحمد للدراسات الاسلامية في كامبرا الحلم يتحول الى حقيقة صرح امام المسجد ادم كوندا بان الجالية المسلم انتظرت طويلا لبناء مسجد وان الحلم تحول الى حقيقة من خلال بناء مسجد ومركز صباح الاحمد للدراسات الاسلامية مضيفا بانه بالنسبة له كانه الشخص كان عطشانا وانتظر المطر والمطر هطل اليوم يعكس عمق العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الكويت وكمانواث استراليا والتي تشهد تطور ملحوظ وفي كافة المجالات تسمية هذا المشروع باسم غالي علينا جميعا اسم غالي على قلوب جميع الكويتيين قبل يوم من الانتخابات البرلمانية في لبنان اعلن محمد حمية منشح منطقة بعلبك الهرميل عن المقعد الشيعي ضمن لائحة الكرامة والانماء المدعومة من حزب القوات اللبنانية وتيار المستقبل في بيان له انسحابه من الانتخابات واوضح بيان الانسحاب الصادر اول من امس ان القرار جاء على خلفية الضغوط التي وصفها بغير المسبوقة واتهامه بمحاولة شق الصف الشيعي مشيرا الى ان انسحابه جاء حرصا على سلامة اهله وعائلته ما قد يشي بتهديدات جسدية ومعنوية قد يكون تعرض لها افراد من عائلته من قبل الحزب المسيطر في المنطقة الا وهو حزب الله